اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا يمكن ان يعطيه لغيره الدليل واضح وسهل وتتفق عليه جميع العقول اذا نظرنا الى الكون ومخلوقاته وجدنا فيها الكثير من صفات الكمال وقياس الاولى هنا يدلنا على ان الخالق الذي وهب هذا الكون ومخلوقاته صفات الكمال اولى بالاتصاف بالكمال فالكون والمخلوقات متصفة بالقوة وقياس الاولى يقول الخالق الذي منحها هذه القوة يجب ان يكون متصفا بالقوة والانسان والحيوان متصفون بالرحمة وقياس الاولى يقول الخالق الذي زرع فيها الرحمة يجب ان يكون متصفا بالرحمة والانسان متصف بالعلم والقدرة والحكمة والعدل والارادة وغير ذلك من صفات الكمال وهنا قياس الاولى يقول الخالق الذي منح الانسان هذه الكمالات يجب ان يكون متصفا بها فالخالق متصف بالعلم والقدرة والحكمة والعدل والارادة وغير ذلك من صفات الكمال باختصار دليل قياس الاولى يدل على ان الخالق متصف بصفات الكمال لان كل كمال وجد في الكون فهو من الخالق مع ملاحظة أننا نتكلم عن صفات الكمال لذاتها مثل العدل والقوة والحكمة والرحمة وما شابهها أما صفات الكمال لغيرها مثل النوم والأكل والراحة فهذه ليست صفات كمال لذاتها بل لغيرها فالنوم مثلا صفة الكمال في المخلوق لأنه محتاج له بسبب نقصه وضعفه لا لأن النوم صفة كمال في ذاته وستتضح معنا هذه المسألة في الحلقة القادمة بإذن الله ولكن دعنا نضع قاعدة دلنا عليها دليل قياس الأولى هذه القاعدة تنص على الآتي الخالق متصف بصفات الكمال يبقى لدينا إشكالات على دليل قياس الأولى نذكرها ونجيب عليها الإشكال الأول قد يقول قائل دليل قياس الأولى مبني على خبرتنا ومشاهداتنا فنحن نقول وهب الكمال لا بد أن يكون متصفا بالكمال هذا عرفناه من خلال خبرتنا ومشاهدتنا لأننا نرى في حياتنا أن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه لغيره أما نشأة الكون فهي خارجة عن خبرتنا ومشاهدتنا ولذلك لا يمكن أن نطبق عليها هذا الدليل الجواب هذا الكلام يتكرر كثيرا وهو في حقيقته تعطيل للعقل والعجيب أنه قد يصدر أحيانا ممن يدعي أنه يستخدم عقله الذي يقول هذا الكلام لم يعرف الأدلة العقلية ولم يفرق بين الأدلة العقلية وبين الأدلة الحسية المبنية على الحس والمشاهدة والتكرار والخبرة الأدلة العقلية مبنية على أحكام العقل وليس على التجربة والمشاهدة والأدلة العقلية مثل الرياضيات تنطبق على كل زمان ومكان وموجود سواء شاهدناه أم لم نشاهده فإذا قلنا لا يمكن لأحد أن يعلمك علما إلا إذا كان يعلمه هذا حكم عقلي ينطبق على كل أحد وكل زمان ومكان سواء كان هذا الأحد خالق أو إنسان أو كائنا فضائيا وسواء كان هذا المكان كوكب الأرض أو أي كوكب آخر تصور لو أن رائد فضاء هبط على كوكب مأهول بالسكان وتعلم منهم بعض العلوم ثم عاد إلينا وأخبرنا بماذا سنحكم؟ هل سنقول لا يشترط أنهم يعرفون هذه العلوم لأن قياس الأولى ينطبق على خبرتنا ومشاهدتنا في الأرض وبين الناس أما سكان هذا الكوكب فلم يخضعوا لتجاربنا ولذلك لا ينطبق عليهم قياس الأولى ولا يشترط أن يكون لهم علم بما علموك ما رأيك بهذا الكلام؟ هل تقبل به؟ الجواب لا لأنه تعطيل للعقل ولا يقول به عاقل هذا مشابه تماما لقول من ينكر الاستدلال بقياس الأولى في حق الخالق سبحا الإشكال الثاني قد يقال يمكن للمخلوق أن يكتسب الكمال من تلقاء نفسه دون حاجة إلى خالق فالإنسان مثلا لديه القدرة على اكتساب العلم والقوة باجتهاده وتعبه دون الحاجة إلى خالق وبناء على ذلك توجد في المخلوق الصفات كمال ليست من الخالق الجواب هذا الكلام فيه مغالطة لأننا سنسأل من أين حصل المخلوق على القدرة في اكتساب الكمال؟ الجواب حصل عليها من الخالق وعليه فكل كمال يصل إليه المخلوق بقدرته واجتهاده هو من الخالق دعني أوضح لك الأمر في معادلة منطقية المقدمة الأولى كمال المخلوق من الخالق المقدمة الثانية قدرة المخلوق على الترقي في الكمال من الخالق النتيجة كل كمال في المخلوق فهو من الخالق الإشكال الثالث قد يقول قائل إذا كان قياس الأولى يدل على أن الخالق متصف بصفات الكمال الموجودة في الكون والمخلوقات لأنه واهبها فلماذا لا يتصف بالنقص الموجود في الكون والمخلوقات لأنه هو واهبها أيضا؟ الجواب قياس الأولى لا يدل على ذلك فقياس الأولى يدل على أن واهب الكمال لا بد أن يكون متصفا بالكمال أما واهب النقص فلا يشترط فيه أن يكون متصفا بالنقص فقد يهب المتصف بالكمال صفة نقص لغيره مثال الحياة صفة كمال والموت صفة نقص أولا لا يمكن أن تنقذ غيرك من الموت إلا إذا كنت حيا هذا قياس الأولى ثانيا بينما أنت متصف بالحياة وهي صفات كمال ويمكن أن تقتل غيرك وتهبه صفة نقص والأمثلة كثيرة والخلاصة أن واهب الكمال لا بد أن يكون متصفا بالكمال أما واهب النقص فلا يشترط أن يكون متصفا بالنقص ولكن يبقى سؤال إذا قلنا أن دليل قياس الأولى لا يدل على نقص الخالق فهل يمكن أن يوصف الخالق بالنقص بأي دليل آخر؟ والجواب لا وهذا ما سنبينه في الحلقة القادمة بإذن الله بعنوان هل يمكن أن يوصف الخالق بالنقص؟ فتابعنا لتعرف الدليل وقبل أن نختم معك في هذه الحلقة نذكر بخلاصتها دليل قياس الأولى يدل على أن الخالق متصف بالكمال ترجمة نانسي قنقر